اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيسي مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية وأحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي صرح بأن الاجتماعات تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2024-2025 حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة التي تستند على تحقيق معدل نمو قدره 4% من النتيجة المحلية الإجمالية كما ستشهد تحقيق فائض أولي قدره 3.5% وخفض العجز الكلية على المدى المتوسط إلى 6% من النتيجة المحلية الإجمالية إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو 36% لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه ونمو المصرفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة 29% لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه وتخصيص 575 مليار جنيه للأجور وستمائة وستة وثلاثين مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها 144 مليار للسلع التموينية و154 مليار لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميا وأثر تغيير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديا كبيرا للمالية العامة للدولة إضافة إلى أكثر من 40 مليار جنيه لتكافر وكرامة وإضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم من نسبة 30% باعتبارهما أولوية رئاسية لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنة المقبلة بدءا من موازنة العام المالي 2024-2025 أشار الوزير إلى أنه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفقا لقراءة موضوعية تعكس كامل إرادات ومصرفات الدولة وهيئاتها العامة موضحا أنه سيتم عرض موازنة الحكومة العامة في العام المالي 2024-2025 وتشمل الموازنات العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية كمرحلة أولى ليبلغ إجمالي إرادات موازنة الحكومة العامة 4 تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالي مصرفتها 9 من 10 تريليون جنيه وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمتها